السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات موني اليوم وصفتنا عبارة عن تحلية رائعة كتفكرنا بالزمج الجميل او كتفكرنا اكثر بالطفولة وصفتنا هي تحلية الروز بالحليب شكل ما كيعرفش الروز بالحليب كيجي زوين معلك من السم بالقرفة والحامض على الطريقة الاسبانية فعلى بركتي الله نبقى مع المقادر لتر من الحليب لتر من الحليب لتر من الحليب 100 قرام الروز العادي الروز الذي يكون مدور او المكركب كل واحد كيف يسميه يعني العادي 100 قرام منه ثلاثة المعالق كبار سكرسانيدا الحلاوة 60 قرام شكرا 100 قربة sabes 100 قبل القصورة الحمض وحيتنا له قشر الأبيض لابعها ما يأتي من الحليب دروري تحيت القشر الأبيض تحليب تحليب فأنا سأعجبكم أول شيء نضع الحليب مدة قليلة حتى يبدأ يخرج البخار يدفع يدفع يكون بارد نبل يدفعه بفق النار يبدأ البخار يخرج يضع الروز نغسله الروز ونحركه تحتاج التحليك حتى تكمل طريقة نضع السمات القرفة وقشرة الحامض نضع القشرة الأبيض ونجعل فوق النار متوسطة لا نزل درجة الحرارة حتى يبدأ يغلي كما تشوفوا بقى النار عندي مرتفع لأن النار حليب يبدأ يغلى هذا الوقت نقص النار لكي نحق الروز على خاطره لا يتحرق هذه هي التقنية أولا نصيحة كما تشوفوا كما تشوفوا الروز يدخل في الطياب وغلاحظوا مع مرور وقت الطهي يبدأ ينقص المستوى الحليب أو يبدأ يدير فقاعات يعني كتحسي يحدك يتقال أو يعقاد أو يتختر مختلف العبارات كل واحد كيف يسمي المرحلة كما تشوفوا الروز ها هو كي يقولي منقوع كي يقولي إشارة السائل مرحلة أخرى من الطهي كتشوفوا أن المستوى الحليب ينزل وكتشوفوا أن القوام بدك يختار أو يتقال هنا النار بقى مهيلة أو بدك يدير فقاعات يعني هنا تقريبا كمنا الطهي يعني في الفيديو نقول لكم مدالك يستغرق ماكسيموم 20 دقيقة بل أكثر 20 دقيقة يعني توجدي حدا كنتي كتشوفوا بشي حاجة في المطبخ ديالي كتشغالك حدا يعني ما تفوتش داروري من التحريك كنحيدوا ومن كي بدا يغليك يدير فقاعات كنحيدوا ذلك المنسيمات يعني هنتو ما شوفوا القوام كي بدا يتعلق يعنه نقص الحليب والروز رخضة حقو من طياب تنفخ يعني بدك يتشرب ذلك السائل هنا سوف اقررنا نسالي وطهي كنزيدو سكر سانيدة ثلاثة المعالق بما يعادل 60 غرام بالميزان من السكر وكننحرك ونحرك مدة خمس دقائق حتى نساجم ويدوم السكر وكنحيدوم من على النار مباشرة كنوضعه في الطبي سلاسة التقديم او لف كؤوس انا رتقيت هنا ونقدمه في طبي سلاسة الفخار بما انه هم الروز بالحليب وكما يسميه الروز كوليتشي طبق تقليدي شعبي كيحبو الصغير الكبير وكيستعملو كتحلية احنا كننوجدوهم كيف كبرنا به وكيف كرنا بالطفولة كنديرو الروز مسلوق وكنديدو عليه الحليب تقليدي هنا بتقنية اسبانية كيف ما تعلمتها من عندهم وشفتهم وضقتها وعجبتني والتي كان نعتمدها كيتبعو في المحلات التجارية كيتباعو كيبغيوه الوليدات بشكل كبير يعني في مواد حافظة وهذا علاش مني كينا الطريقة تقليدية منزلية نستعملو في ديورنا ونعطونا لوليداتنا كتحلية في الأيام العادية بالليل او في أوقات رمضان في السحور او من وراء العشام وراء التراويح يعني تحلية مزيانة وزوينة وخفيفة وضريفة وصحية حليب والروز اذا هاد الكمية خرجت لي 4-6 بيصلات صغار وكويس كيف ما كتشوفو ندخلوه ياخد درجة المطبخ غير حيث صهده وذي النار وندخلوه للتلاجة كي يبرد على خاطره كيف يكون القوام دياله معلك وذيك ميز قرام ديال الروز كي تجيهية مع دك الحليب تحلية رائعة منيكات برد تقديم كيف يكون نرشو على القرفة باش نقدموه يعني باقي ما نقدموه كيف ندخلوه في تلاجة مغطي او لغي هكاك يعني باش ما يبرد على خاطره مني نقدموه كيف يرشو عليه القرفة باش تبقى القرفة طريية مددوش معدك السائل وفي الصحة والراحة هاده هو طابق اليوم تحلية رائعة صحية كيف يبغيها صغيره الكبير كيف تفكرنا بل ايام الزمع الجامي كما تنقولو او لب الطفولة عندها واحد القوام تبقى تبرد بزاف في تلاجة تاخد قوام كريمي ومعلق كما تشوفو معايا ومن السماء بالقرفة والحامض اللي مني كيتلقاوها تزوش العناصر كيعطى واحد المداق روعة يا سلام تجربوه وغا تتأكدو بنفسكم اذا كنقول لكم الصحة وراحة نخليكم مع الصور لا تنسوش من الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس بصلكم كل جديد ودعموني باللايك وبالتشجيعات شكرا لكم على المتابعة ومع السلامة